السلام على شهداءنا الأبرار السلام على أباء الشهداء السلام على أمهات الشهداء السلام على معتخلين الرازحين قلب قلبان السجون السلام على الأحرار والحرائر السلام على الشرفاء في هذا الوطن السلام عليكم جميعا أيها الحضور من عوائل الشهداء وعوائل المعتقدين ورحمة الله وبركاته اليوم طبعا زيارتنا هي زيارة قد تعتبر استثنائية اليوم الزيارة هي فرح بعنوان الفرح وبعنوان عريس التوم خرج ليعانم الحرية بعد أن قضى رقما دام خمس سنوات هذا الشهد الذي نحتفل اليوم من أجله ونحتفل لنهنئه ونبارك له هذا الإفراج وهذه الحرية ألف ألف تحية لكل زوجة صبرت هذه السنوات وهي تنتظر هذا الزوج الذي سيخرج بعد معاناة ولكن صدقوني بأن معاناة الزوجة هي المعاناة التي يحيطها الألم وهي تنتظر وصابرة ومحتسبة فتقدير المرأة هنا في هذا الجانب تقدير مهم جدا ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر